كاملين معكم متابعينا مع منتجات ومجسمات من المعجون عقد بشار ما بتقدر تشبه شخصيات الكرتونية اللي نحنا منحبها وهي قريبة للأطفال يمكن اليوم صار تقدر تصير بتشبهنا وتمثل يمكن أشخاص منعرفون أو حابين نهديون شيء أو حتى أشخاص مشاهير كتير الأسئلة كتير أكيد وحيكون الأجوبة على كل هاي الأسئلة مع صاحبة مشروع مميز الهند ميد ولي هي دفتنا لاليوم رحف الخلف معنا باستوديو دامسكو أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك رحف معنا لليوم يعني لصراحة أنا مشوف مبارح الصور وهكي لفتني يعني الأشكال والألوان المستخدمة ونخح خبرك على شويسر أنا و بشار عم نشوف الصور فقلت له بشار هذا المجسم كتير بيشبه لك أنت أكيد معنا كمساوي لحالك تمسال المعجون فقال لي هو لاحضان رياضي أو غيك تماما فصار أنت فضول اليوم أنا شوف أتعرف على التفاصيل تقريبا أخر واحد يمكن حاططه تماما 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 هذا يخلق من الشبهر معي طبعا أكيد يعني ممكن يكون رياضي أو إعلامي تفاصيل يعني رح نحكي اليوم رحف بداية عن مجال دراستك ومجال اهتماماتك بالحيط أنا دراستي تعويضات سنية يعني هي مو كتير بعيدة عن الفن أنا دخلتها لأنه هي العلاقة بالفن فمتخرجة بالفن سبتعاش منه بس يعني مو أنه ما بحبه بحبه واشتغلت فيه بس بسبب الظروف يعني مقدر تكمل فيه فترحتي لأشيطاني كيف بدأ المشروع معك؟ هلا بالبداية أنا كنت أعملون بس لرفقاتي كانوا هدايا لرفقاتي وأعمل شغلات لإلي يعني لأنه شيء أنا حابة أساوي فساوي ولأنه ما لاقي منه بالسوق يعني مثل الكاركتيرز تبعات ديزني مثلا ما كنت أتلاقي كثير منه بالسوق فأي شيء يحبه أنا أعمله مشان يضل عندي أنا يعني حدا بيحب يجمع شغلات كتير خصا هو بعمل التعويضات السنية يعني والأسنان فيه شغل بالمعجوم وهي الأساس أنا دخلت تعويضات يعني مشان أنه هي فيها شيء بالإدين أنه شغل بالإدين فقلت أنه اوكي هذا شيء مجال غير الفنون أنه بقدر أشتغل فيه بس بعدين بسبب الظروف تغيرت وكنت لساعدني عم بيشتغل شغلات لرفقاتي بس بلشت فيها أنه حدا من رفقاتي قالي أنه شرعي كتبش فيها كشغل يعني ليش لأنه إذا الناس حابة كتير لشيء عم تعملي كرفقاتي يعني قلت له أنه اوكي ما شيء حاجة ريب فعملت الصفحة تبعيتي بال2018 نصرت نزل فيها الشغلات التي كنت عملتها من قبل صورتهم وبعدين أعملتهم هدايا لأشخاص تانيين يعني أول شيء عرضتهم مثل بازار أنه أيحدة بقدر يدفع مصارية اللي بديها بقدر يحصل عليهم وفي نفس الوقت هذول مصارية أعطيتهم لأشخاص هنا بحاجة مصاري مول أنه أنا أعمل بعمل شي جيد بس أنه مشان ماحس أنه هذول القطاع يعني يراحوا لشيء ممنيح أو أنه أي حدا يشتري برخيص مثلا فأنا هيك حسنت أن أعملت فيهم شيء ممنيح أنتم عمان رهف اليوم العمل بهذا المجال وتحديدا تشكيل الشخصيات وإلى ما هنالك كان لسبب اختصاصك أو دراستك دور بهذا الموضوع أو لا تبعتي بعض الدورات لأخذ شوية تفاصيل تتعلق بفن التشكيل الشخصيات والمجسمات بالمعجومة لا هي كانت كلياتها يعني من التجربة تبعيتي ما عملت أي دورات فيها بس صرت عم شوف على اليوتيوب كتير شغلات أنه كيف مقدر هي الشغلات كيف الأساس تبعا هو أهم شي الأساس يكون صحيح فستبلش بالأساس تبعا بعدين يعني تعلمت بس الأساسات وبعدين صرت ابني من حالي فيها ودخلت التعويضات لأني أنا أصلا كنت بعمل شي بالمعجوم طيب اليوم بدنا نحكي عن هاي المنتجات في مواد إضافية عم تستخدمها غير المعجون هي الأساس تبعا أجباري بدأ يكون شيء يعني شيء أقصى من المعجون شيء بيتحمل أكثر شعن سبعتية القطاع تماما فأنا أنا بستعمل الخشب فيهم في أناص بيستعملوا المعادن بس يعني إذا ما كانوا بيعرفوا المادة شو بيصير فيها بالمستقبل فأنه غلط يستعمل المعادن فأي شيء هو مثل المادة أنا بستعملها هي بتنشف بالهوى فأي شيء بينشف بالهوى ما بصير أنه يستعمل في المادة المعدن لأنه بيتفاعل معه مع الوقت وممكن تنتزي على القطاع فأنا أنا دورت أكثر على هذا الموضوع ولهيك ستستعمل الخشب فيه تمام يعني هلأ ذكرتين أنه نحن نقدر نفوت على المعجون أو المجسمات المعجون مواد أخرى تمام هلأ في مواد مثلا ممكن يكون عمراض أطوال أو نحن قادرين أن نضمن أنه تضل هاي المجسمة أو اللي ما هنا لك بشكل صحيح تمام الطبقة المسلا الفوانية هي اللي بتحافظ عن المعجون مثلا المعجون تبعي هي الغرة لأنه هي مثلا من تعليمات الشركة هيك تكون بس هذا الشي مثلا لما تشتري شي من سوريا ما بتلاقيها مكتوب لأنه هي موجودة بالصيني فأنا ما في حدا بيترجم شو مكتوب بالصيني وشغلات كتير بسيطة لتعليمات الحادثينة بس من زمان كتير كتجيب شغلات أجنبية فأنا مكتوب عليها بالأجنبية أنه مكتوب تماما شو أنت لازم تعمل لحتى تحافظ عليها فأنا كنت عم بقرأ عليها يعني شو مكتوب لهيك تعلمت كيف بتصير فأنا هي شي بسيط إنه إحنا بس قرأت شو مكتوب عليها بكلفك ترجمت جملة تماما اليوم الأشخاص اللي عم يتواصلوا معيك ويشوفوا هاي المجسمات يعني عم تكون هدفون هدايا أو تذكارات لألون أو كيف برمشمات تماما هي حابينها كفكرة هدية هدية غريبة يعني عم تكون للأشخاص خصوصا فكرة إنه أعمل كاركتر شخص مو إنه بس أفلام كرتون مثلا المجسمات عم تتعلق بس بكاركترات معينة بمجسم يعني كشكل كفلام كرتون أو إذا ما هنالك أو لا في تجارب أخرى هلأ يعني عم بعمل لوحات أحيانا إنه لوحة بس هي تكون ثري دي طال على بره يعني ينافرة شوي لبرة يعني هي الماتيريا اللي ما بتساعد إنه مثلا أعمل إكسسوارات هي تطلع كتير حلوة بس ما بصير تلبسها يعني فما استخدنا منها شيء فأنا عم حاولت خليه تكون مجسم يعني بس أنا حكي اليوم عن التواصل هلأ مع الأشخاص يلي بيطلبوا المجسمات بيقولوا لك خلينا نطلع حلوين أو لا خدينا لشي فونكي مثلا هلأ إيه هلأ بأنه معظمان يعني بيطلبوا إنه لشخص تاني فعم يحبوا إنه كيف الشخص التاني عم يطلع هو لأنه لشخص التاني لا يعني يعني عم يحبون غالبا بيحبوا الشي اللي عم يطلع بس دائما بيكون في تعديلات يعني إنه في شغلات هنا شايفينا ممكن أنا ما كنت منتبهت لها أولا تفاصيل معينة مثل شامي بمكان معين هي على الوش كتير تكون صغيرة فإنه إذا مجسم صغير ما مفرودة تبيني لأ معلش حطيها أنا بدي هذا الشيء مميزة بيحب إنه بحب إنه كيف هنه أصلا بيختار شو بدوني بشكل اللي حاملته حضرتك تأخذي الشكل أو المطلوب من الزبون بشكل عام أو لا أنت تقول له أنه ممكن نعمل مثلا هيك ممكن نحط هذا اللون ممكن كذا وضيفي لهمستك على الأطعاء وعلى المجسم مثلا أحيانا بأنه فينا نحط جناحات مثلا للشخص مثل أول أطعاء عملتها مجسم كان في إلا جناحات فراشة إنه شيء هنه بحبه مو شيء يلي بس أنا بحبه بس أنا بحطيهم خيارات أنه فينا نعمل أي شيء فيه لأنه هو معجون فأي شكل بتحبوه بسي ولتواصل الوصول ميديا بيكون على هذا؟ نعم على الوصول ميديا كيف تشوفي الأقبال؟ هو بآخر فترة يعني وقت بلشت أعمل مجسمات للأشخاص صار في إقبال كثير كبير يعني الناس صارت تبعتي وأنا معد لحقت للأشخاص فهي شو صارت مشكلة أنه صار فيه ماركتينج زيادة للصفحة تبعيتي وأنا معد لحقت فيها اليوم المجسم أدي بأخذ وقت معك لأنا جهز مجسم كامل هل في صائزات معينة أو لا هو صائز واحد نعمل نعمل بياخد تقريباً من خمس يام لأسبوع أحياناً عشرة يام حسب التفاصيل اللي عم بعمله مثل مثلاً فلسطان العروس فأناه كتير بحبح أن يحط فيه تفاصيل زيادة فهذا بياخد معي شغل أكتر وهي بحاجة أيام مثلاً بالصيف غير الشتاء بالشتاء بديه وقت أطول لتنشف فبديه أيام أكتر لحتى تمشي حالة حلو تسويق المنتجات بالنسبة لإلك شو هو أفضل طريقة لإيتيار؟ على السوشيال ميديا أكتر شيء يعني أكتر شيء على الفيس وعلى الإنستجرام أكتر شكر أنهم يصلوا كانت الخطة أني أعمل مجسمات الأفلام الكرتون نزلها بالسوق بس لأنه صار في ضغط كثير على المجسمات الأشخاص فما عدرت أعمل هذيك الخطوة معارض بازارة ما عدرت كمان ساويه هذا الشيء لأنه في طلب يعني بهمني الأشخاص اللي عم يطلبوني يلبيون أكتر من أن ينزل بالسوق تمام رهف يعني هذا العمل بتخيل ببعض الأوقات بتفكري أنه ممكن حدا أنه لازم يكون حدا يساعدني أو لازم أنه على الأقل يشتغل شوية تفاصيل لقدر كمل هذا المجسم ممكن تروحي لهذه الحالة وضيفي أشخاص يتكبروا المشروع مثل ما بيقولوا أكتر أولا بلا هي يعني هي من الخطط تبعاتي لقدام أنه أنا لازم أنه يعني شخص واحد ما بقدر يعمل لكل هدو الأشخاص تقولي سبع تيام ممكن تاخد القطعة بمعدل كم ساعات اليوم؟ يعني تقريبا أربع ساعات في جهد كبير بس يعني يفضل أن يكون في مع أشخاص يساعدوني بس ممكن يساعدوا بالأساسات بس لأنه هو الشيء فني يعني كل حدا الفن تبعه بقدر يقدمه بطريقة شكل فالشيء أنا بعمله الشخص الثاني مو ما بقدر يعمله بس هيعمله بطريقة مختلفة فبدنا كمان يكون الأشخاص اللي بدون يشتروا هذا المنتج متقبلين الطريقة تبعيتهم تماماً، اليوم الأعمار يعني نحنا الشباب شفنا أقبال اليوم هي أعمار معينة عم تتجه لهذا النوع من الفن في هك فئة معينة تكتشفين أنه هؤلاء أكتر شيء مهتمين بهذا النوع من الفن أو لا الحالة مثل ما أقوله منوعة بين الأعمار الأشخاص اللي بعاد عن هذا المجال بفكروا أنه أولاس صغار هن اللي بيشترونه خصوصاً تبعات ديزني والكرتون وهايك لكن لا، أنه كلاته ناس كبار يعني تقريباً نعمرنا يعني بسرعينات فوق يعني هن الفضلون أكتر يعني شينهار حداً تطلع وقال لك أنه لا، مستحيل هذا يكون معجون؟ خصوصاً لما بالصور يعني لما بشوف الصورة بيقولولي إنه هذا غير اللي أنت عمت ورجينه مستحيل كيف قدرت تعامليه خصوصاً لما ورجونه هو معجون أطفال يعني الشيء اللي بيشتري من سوريا هو معجون أطفال تماماً بيجاك ألوان كثير فيه، كيف هذا صار؟ تماماً، رهب، فأديش اليوم عمر القطاع؟ أنا أديش بضمن إنه هذا المجسم يكون يضل فترة معينة بدون ما أرجع تضيف عليه أو ما بعرف إذا أساساً القطاع تتحمل أنه نرجع نعملها رتوش بعد فترة أو يضاف عليها أو يتعدل عليها؟ هلأ هي القطاع يعني أنا حسب اختبارات اللي عاملتها أنا عندي قطاع من لما كان عمري مكاشي عشر ستين فهنا اللي هلأ لساتره عندي موجودين، فأنه هي ما بتنتزعي يعني أبداً بنهاية أكيد في طريقة حفز مناسبة لقلة؟ هي بس إنه ما يجي عليها ماي، ولقدام أنا لحخلية تكون هي أصلاً ضد الماين لحط فوقها طبقة تحمية يعني من الماء، فهي خاصة بالضل العطل قابل إلا التعديل بعد وقت عدري نضيف عليها؟ ممكن، بس بدنا نرجع نلون، يعني بس بصير قصة نبنا نرجع نضيف ألوان بس آية ممكن يتعدل عليها ما بعرف إذا سار السؤال شويسا، زل شك بعد كل الحديث عن المشروع ولكن اليوم بالنسبة لإليك هذا المشروع بعده هواية أو لا راح لأنه هو مهني؟ حالياً لا، هو مهني، أعتمدت أنه هو مهني بهذا الوقت يعني، بس لأداماً ما أرى؟ ممكن نجع نضيفه؟ ممكن يعني حسب قداش هو عم يتطور، قداش عم تشوف تقبل إليه بالمجتمع بس كده لصعوبات هاي المهنة؟ هي في لصعوبات أو شيء بالمواد، يعني كثير صعب إني لاقي مواد، بالفترة الماضية جبت من روسيا مواد، يعني في حدا كان نازل قدر يجيب لي، بس إنه لأدام شلون بدي يجيب المواد مبارف، بس هاي مشكلة، يعني يعني مثلاً تتوفر فترة بعدين قدر قطاع، فأنا بجيب كميات بس خلاص، فأنا شلوم دي أرجع كي تيب كميات ثانية، فأنا يعني بضطر إني مثلاً وسط حدا أدفع مصاري أكثر معلش، بس إنه حتى قدر جيب هاي المواد من بره، تماماً، اليوم يعني بدنا نحكي شوية عن كون الأوضاع صعبة، بشكل عام أوضاع مادية صعبة، اليوم تكلفة القطعة، هل عم تمنع البعض من إنه يتوجه أو يحصل على هاي القطعة؟ بتلاقي إنه بيسأل مساء على السعر، هي مكلفة أو غير مكلفة، تخبريني شوية عن هذا الموضوع؟ هلأ أنا حسناً لأنه يعني حضرتك زكرتي أنه بعض المواد عم تجيبين من بره، وبالتالي أيضاً بيترقب عليها زيادة بالتكاليف، العمل الفني هو دائماً الفنان هو اللي بيحدد إنه قداش بده السعر تبعه، يعني ما له مثل ما باقي شغلات لأنه هو بالأخير رفاهية، إنت عم تشتري قطعة رفاهية فبتحدد السعر اللي بداكي، فأنا يعني بالبداية كانت السعر تبعي قليل، بس صرت كل ما عم بتطور أنا عم برفع السعر تبعي، وبنفس الوقت أنا عم بجمع حوالي الأشخاص اللي هنا قدرانين يدفعوا هذا الشيء، حسب الجمهور تبعي أنا عم برفع كمان السعر تبعي، وبالنسبة للمشاريع بالفترة الجاية، شو بتتخيلي يعني رهاف لوان بتتمنى توسر؟ هلأ أنا يعني جزء من الشيء اللي بعمله هو كمان إنه يساوي أفلام ستب موشن، يعني الكاركترز نفسهم إنه مسلا يحرقون بطريقة معينة إنه صور صور بعدين بصوروا فيديو كامل، هذا الشيء كتير بحبه هو بياخد كتير كتير وقت بس عملت شغلات كتير بسيطة لسه فيه، بس هذا الشيء اللي حابة عمله أكتر، هذا الشيء نحاة عودنا علي بطفولتنا نشوفه بالكارتون وهو عالم مميز للحياة، تمام، وكمان الشيء ثاني إنه أنا صفحة تبعيتي بنهاية السنة الماضية عملت شغلات هي تعليمية، إنه الأشخاص اللي ما عم لاحق لهم أعمل الشيء لإنهم فعملت لهم فيديو، بس هو فيديو بطيء كان لهم يقدروا يعملوا هذا الشيء اللي أنا عم ساوي، شو ما كون أنا الحالي بس عم بعملوا أنه إنتوا فيكم تعملوا هذا الشيء، فعملت لهم فيديو، أكتر من فيديو، كانوا وشي أربع فيديوهات، مشاو هنه كمان يقبل شو يعملوا هذا الشيء، وهي جدء من الماركتين، إنه إنتوا كمان فيكم تعملوا نفس الشيء، حلو، وكان الأقبال على هذا الموضوع، شفتي في متابعة لهذه التفاصيل، وقد شو اليوم نقل خبرتك للأشخاص الثانيين، مهمة، اليوم أنا بيعطي تفاصيل كاملة، أو لأننا نعطي شوية التفاصيل؟ لا، بالعكس يعني حتى في أشخاص شفتهم عم يستعملوا نفس المواد تبعيتي، فأنا قلت لهم أنه في شيء عم تستعملوا غلط، لازم تعملوا هيك هيك هيك، لأنه يعني بالنهاية هي موسوء التنافسي، لا هو بالعكس نحن لازم نساعد بعض فيه، وفن يعني كل حدا بيعطي مستغسة، وكل حدا هي يعني لفتة كثير حلوة منك، وغير معتادة بالمجمل، أفصاح على أسرار المهن، كل شكر لإلك رهاف، نتمنى لك التوفيق، ويعني لصراحة يعني المجسمات التي شفناها تستحق الدعم، وإن شاء الله نشوف مشروعك بأماكن ومحطات أكبر وأكبر، كل شكر لإليك، شكرا لكم، أهلا بك،